أهلا وسهلا بكم في الموعدين المتجدد دائما من مجلة القرش معكم المخزني والعياشي والصهيوني حاتم المرابط معكم حاتم المرابط الذي يخفي مشاكل المغرب الداخلية ويركز فقط على الجزائر تضحكوني بها القضية ديال كتخبي مشاكل المغربة وما كتبغيش تقدرها لعب على باقي شيء مشكل في عصر التكنولوجيا الحالي ممكن يتخبع الناس كاملين ولت عندهم كاميرا في الهاتف ديالهم ولو كيلعبوا دور المراسلين ربما مستحيل في الوقت تخبي مشكلة والناس لرأسهم ربع والأغبية التي تقولوا هذا شيء من قبيلة منهك قسمهم غير شدوا القناة الأولى المغربية أو القناة الثانية دوزام وغتلقاهم برأسهم كتكلموا على مشاكل المغرب بكل شفافية فالعالم لا يوقف على حاتم المرابط لكي يخبيه المشاكل المغرب لنا مشاكلنا ولنا أعداؤنا أنا اختارت نواجه هذه الساعة لأعداء ذينا اللي حتى وما داري للمغرب المشاكل فتحية من القلب لكل عياش مخزني أو عياشية مخزنية وعاش الملك وعاش المخزن قاهر الأعداء حلقة اليوم سيكون فيها موادع مختلفة سنبدأ بطلب الرئيس فرحات مهني رئيس جمهورية القبائل المحتلة بمناسبة اليوم العالمي لحق الشعوب في تقرير المصير فقد أعلن على أن القبائل تطلب رسميا الاندمام للائحة الأقاليم الغير مستقلة من الاستعمار لكي ينضموا من بعد للجنة الرابعة للأمم المتحدة الخاصة بتقرير المصير قبل أن أعطي تفاصيل أكثر في الموضوع كل ما يكتب لي احنا المغاربة ضد الإنفصال الدولة المغربية رسميا هي ضد الإنفصال وراكم شفتوا الصريح ديالا حول الوحدة الترابية الأوكرانية هذا أمر مفروغ منه ولكن أنا اليوم كالقل لكم خبر سياسي عنده علاقة بالأعداء ذينا خبر سياسي مهم جدا وكيف مما تقوله من حفر حفرة لآخيه وقع فيها اليوم القبائل المحتلة تريد تقرير المصير وشفنا كاملين كيف لا يصوتوه في كل انتخابات الجزائرية الأخيرة رعا هذا بحداته استفتاء تأكد لأن القبائل محتلة وعلى فرنسا أن تتحمل المسؤولية ذينا التاريخية لأن فرنسا فاستعمرت ساحل الجزائر من بعد ما الأتراك باعوها لهم وخرجوا مقدرات تحتل القبائل لمدة طويلة مما يدل على أن القبائل كانت دائما منقصلة عن ما كان يسمى سابقا الساحل العثماني أو الجزائر المدينة أنا أطالب شخصيا من هذا المنبر الفائز المقبل في الرئاسيات الفرنسية أنه يتحمل المسؤولية التاريخية دي الفرنسا في استعمار القبائل المحتلة إلى يومنا هذا وترجع فرنسا هي اللي تدير إدارة الإقليم المحتلة دي القبائل وتساعد للإنضمام لللجنة الرابعة لتصفية الاستعمار في الأمم المتحدة اليوم القبائليين يريدون تقرير المصير وفرنسا ستعرف أن هذه القضية ممكنة جدا لأنه في الدستور الجزائري كينبوند يعطي الحق لأي أقلية أو شعب سواء كان في الجزائر أو خارج الجزائر أنه يقرر المصير وتحسب الدستور الجزائري فما على فرنسا إلا أن تتحمل المسؤولية التاريخية لأنها فاشتعمرت القبائل لقاتهم كانوا يحكموا راسهم براسهم واليوم القبائليين يريدون أن يأخذوا فرصة لتقرير المصير كيف مما الجزائر تساعد البوليزاريو منذ عقد في تقرير المصير يريد أن المجتمع الدولي يعطيه فرصة ويضغط على النظام الجزائري لكي يعطيه للقبائليين الحق في تقرير المصير الاستفتاء بالنسبة للبوليزاريو حل مستحيل لأنهم دخلوا عشرات الآلاف من الجنسية الموريتانية المالية الجزائرية الشادية وفي الكثير من الجنسيات المختلطة لكن في القبائل المحتلة هذه المشكلة لا تذهب شعب القبائل الحر لا تخلط بجنسيات أخرى كما واقع في تندوف المحتلة وممكن أيضا اعتبر مقاطعة القبائلية للانتخابات الجزائرية في حداته استفتاء لتقرير المصير ويتبنى عليه انضمام القبائل إلى اللائحة الرابعة للأمم المتحدة كنتمنى من الدول القوية والدائمة العضوية في الأمم المتحدة وفي مجلس الأمن أنها تعطي درس أخلاقي للجزائر ودفعها لتطبيق دستورها الذي ينص على دعم الشعوب في تقرير مصيرهم والقبائل المحتلة أولى بدعم الجزائر فالنقطة بدات ابن بطوش تقلق من تغيير الموقف الإسباني تجامل في الصحراء المغربية من بعد ما كانوا يقولون في الحياد إسبانيا اليوم التي تدعم مباشرة مغربية الصحراء وهو يمشي بن بطوش يتكلب ومرة أخرى خرج لنا رئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم أبو غالي وقال أبو غالي هذه الرسالة التي وجهها إلى البرلمانيين وقال اليوم البرلمانيين الشرفاء في إسبانيا رئيس المجلس الشعبي في الجزائر ينصف بيدرو سانشيز والحكومة الإسبانية بأنهم غير شرفاء أو لقاطة وكيوصف أي واحد يدعم مغربية الصحراء بأنه غير شريف أو لقاط هذا انحراف ديبلوماسي خطير من طرف الجزائر الشمالية ووصمت عارل الشعب الجزائري أن رئيس المجلس الذي يمتل الشعب الجزائري يصف الأغلبية الإسبانية بأنهم غير شرفاء ولقاطة فقط لأنهم دعموا مغربية الصحراء وقال من بعد أن إسبانيا ردخلت لإبتزازات المغربية وقامت بمقايضة القضية ساندليستانية بمصالحها هذا نريد أن نفهمه لماذا هذا الكلام لا يقول لأنه فخامة وزير خارجي الجزائر رمطان العمامة وكما تقول عليه هو أسد ديبلوماسي الإفريغي وفي نواد الآسد الشمخ بحل شقة تصب علاشتها علاش مشيته عند أبو ابن بطوش وعطيته هذا الكلام الخاطر يقوله واش إسبانيا غدت قبلها التدخل السافر الجزائري والغير مقبول في سيادة القرارات دياله كيف لم تقول الجزائري أن يصف البرلمانيين أو أصحاب القرار في إسبانيا بأنهم غير شرفاء دب المشكل لما بغوش يفهمه الجرار هو أن الدول عندها حرية التعامل مع القضايا كما بغت وعندها سيادة لا يمكن لدولة أخرى أن تتدخل فيها كما تفعل اليوم الجزائر عن طريق بوات ابن بطوش بوغالي دبنا أشرح لكم أشواق بالطبق الجزائر حكمة عصابة عسكرية وغاسلين دماغ ديال البوصب على زرق فالجزائر من الذين تطلب من إسبانيا أن تتراجع على القرار دياله الأخير فهي تتكلم من نيسا ويضرب الصح رب الصح يتسنون أن إسبانيا ستغير الموقف دياله كما كانوا تتسنون أن دونالد ترامب يغير الموقف دياله وكما كانوا تتسنون أن جو بايدان ستتراجع على القرار ديال الإدارة دونالد ترامب لأن الجزائر أصلا لا يوجد مشكلة في تغيير المواقف فهي تسحب لها كل الدول فقدة للسيادة بحاله وممكن أن تتراجع بسهولة على موقف سيادي وبكل سرعة ما عرفتم معنى تراجع دولة بحال إسباني عن قرار من هذا النوع؟ تعني أن العالم مغيبقاش يتيق فيها تعني أن دولة معندها السيادة ودولة متسرعة كتأخذ القرارات دون دراسة تعني أن دولة تخضع للإملاءات تعني أن دولة مع مرجرانة يتيق فيها تعني أن دولة تخاف من الجزائر مثلاً فإن كانت الجزائر تغيير المواقف ديالة كتغيير الملابس فهذا راجع إلى أن دولة وظيفية لا تملك قرارها ولا يحترمها أحد وأكبر دليل أن كل الدول القوية التي اعترفت بمغربية الصحراء عارفة مزيلاً أن الجزائر ستقلقوا مغيع جباش الحال وخاوكك قاروكم فاسافاس الموتير للشفاقة هو أن هذه الجزائر المتنطعة لم نسمع لها صوت عندما استقبلت تركيا رئيس إسرائيل لماذا اليوم خرشوا بها الطريقة لنصرة صندليسان؟ لماذا لا تدركوا نفس الشيء لنصرة الشعب الفلسطيني فالشركيا استقبلت الرئيس الإسرائيلي هذه إزدواجية الخطب وإزدواجية المعايير هي اللي خلت المنتظم الدولي يفهم على أنكم تريدون احتلال الصحراء المغربية فقط وتريدون معادة المغرب في كل القضايا الاستراتيجية ذيها وبغيت الصحراء المغربية عن طريق بياد قسندريسان اللي سيكون خاتم فديكم بحال مثلا قيس سعيد حالياً في تونس والذي يبقى لكم تونس بأرخص الأتمين هذا الشيء كامل اللي كديروا من تطاول على المؤسسات السيادي الإسبانية ركوصلهم ومترجموا بالوطائق وخاصكم تعرفوا أنكم اليوم والليتون فروشي العالم بأسره فهمل أن الجزائر هي الطرف الرئيسي والمباشر والوحيد في النزاع المفتعل وعلى أن صندريسان مجرد فيلقة عسكري وعصابة ومجموعة من المرتزقة والاتحاد الإفريقي سيشوف هذه ازدواجية الخطاب ستدعون لكم رأسكم فلسطين داخل الاتحاد الإفريقي ولكن لا أحد يتكلم على الشعب الفلسطيني متناف التطبيع مع تركيا وعندما يخص الأمر الصحراء المغربية الجزائر كتنضوا كأنها تدافع على قضية وطنية جزائرية سؤال آخر محيرني ليس حال دونالد ترامب اعترف بأن عاصمة إسرائيل هي القدس مشيت الأبيل وجو بايدن أكدوا دعم الاعتراف الأمريكي وهذا القانون الأمريكي معمرنا سمعنا رئيس المجلس الشعبي يرسل الشرفاء في أمريكا للتراجع على هذا القرار ماذا القدس الشريف لا يسوي عندكم هذا؟ ماذا صندليس سلاقي ما أكبر من القدس الشريف؟ فينا نحن ما فلسطين زالمة أو مزلومة؟ صافي جرارو وبالما تعودون هذه الإسطوانات سأكل شيء عاق بكم وعندكم تفهموا أو تقولوا أن إسبانيا ستفوت لكم كم الإهانات الكاملة والتدخل في الشأن الداخلي دينا وفي السيادة دينا كل شيء تقيد في الكنش وقال لك الصهاينة كيف صهاينك الدولة التي من هناك؟ بلص ما يفرحوا أن دولة قوية تدعم الاستقرار في المنطقة ويضع الفتنة وبغي المشاكل هذه كاميرا تقيد هذه كاميرا تقيد الشعب المغربي وتاريخ المنطقة ومن بعد قرون يقرأوا أحفادنا وأحفادكم وفي العالم كيف أن دولة مسلمة تقف ضد دولة مسيحية وساني الدولة مسلمة جارة للدولة المسلمة الأولى في وحدتها الترابية رأيدي وصمة عار جديدة تنظف للسجل المخزي لما يسمى بالجزائر الجديدة إلى عجباتكم حلقة اليوم لا تنسوش أخوتي تدعموا القناة وتحميوها من تبليغات بالإعجاب ومشاركة الحلقة مع الأصدقاء ولكن أنت أول مرة ترى القناة لا تنسوش تشارك معنا بالضغط على زر هذا وتفعل جرس النبيئات لكي يوصلوك للحلقات القادمة وإذا ما زال ما تفرش في آخر حلقة ستجدها هنا شكرا على المتابعة والدعم لكم القناة كان معكم حاتم المرابط السلام عليكم ترجمة نانسي قنقر